ارتفعت حصيلة القتل إلى 23 شخصاً في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت ليلاً مواقع تابعة لقوات الحكومة السورية وقوات إيرانية في دماشق واريفيا وافق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهتها أكدت مصادر إسرائيلية أمنيان سلاح جوها قسف حوالي 20 هدفاً في سوريا من ضمنها 6 بطريات للدفاع الجوية السورية وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن الغرات الإسرائيلية جاءت كرد على الإطلاقات الصاروخية على هضبة الجولان أول أمس شن جيش دفاع الليلة الماضية سلسلة غرات على عشرات الأهداف التابعة لفيلة القدس الإيراني داخل سوريا وميليشياته الشيعية وأيضاً ضد أهداف تابعة للنظام السوري الجهة التي تستضيف التماوضع الإيراني والجهة التي يستضيفها النظام السوري تحملت المسؤولية عن هذا الاعتداء وهذا الهجوم ضد دولة إسرائيل وسكانها ولان ينضم إلينا عبر خدمة السكايب المحلل السياسي الأستاذ أليف صباه والخبير في شؤون الشرق الأوسط أستاذ أليف لماذا تعود إسرائيل الآن لاستهداف المنشآت الإيرانية في سوريا يمكن أن نحلل ذلك لاعتبارين الاعتبار الأول هو اعتبار إقليمي شرق أوسطي إسرائيل ترى في التحرش بسوريا بالقوات الإيرانية في سوريا أمر ضروري حتى تستطيع أن تمارس طموحاتها في شرق الأوسط وخاصة أنها تريد أن تستدرج الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية هذا الأمر على ما يبدو توقعت إسرائيل منذ شهرين على الأقل أن إيران لابد أن ترد على الاعتداد الإسرائيلي وعندما لم ترد قامت إسرائيل قبل عامين بعملية عسكرية داخل سوريا لم تعلن هنا ونتيجة ذلك أطلقت صواريخ من سوريا باتجاه أضبط الجولان وبحجة هذه الصواريخ قامت إسرائيل بقصف يعني هذا السيناريو هو معروف مسبقا وكان حجة إطلاق الصواريخ حتى تقوم إسرائيل بعملية قصف الواسعة هذه خاصة أن بنك الأهداف معروف لديها وخاصة أيضا بعد أن قامت بعملية اعتبرتها ناجحة في قطاع غزة الأمر الآخر هو موعد الانتخابات يعني بين يميننا ترى هو يريد أن يبقي كل القيادات الإسرائيلية خاصة اليمينية من خلفه وبالتالي الصفاءة العبيد العبيد يعني على الجانب الإسرائيلي متخوف من محاولة إيران فرض معادلة ردع جديدة في سوريا هل إيران في ظل أوضاعها الداخلية أصلا قادرة على ذلك؟ يعني الأوضاع الداخلية في إيران تضعف من إمكانية أن تقوم إيران في الوقت الحاضر بعملية عسكرية ضد إسرائيل ولكن هذا ليس هو الأساس الوضع الإيراني الداخل يمكن أن يتدبر إيران خلال أسابيع قليلة ولكن إيران ليست مستعدة لا تريد أصلا في الوقت الحاضر الدخول في إسرائيل وخاصة أنها لا تستطيع في الوقت الحاضر من خلال إيران أن تقوم بعملية ضد إسرائيل ومن خلال سوريا يحتاج العمر إلى موافقة سورية وموافقة روسية وهذا أمر غير موجود في الوقت الحاضر ولكن إسرائيل تريد أن تستدرج إيران في هذه الظروف بالذات ظروف لبنانية خاصة وفي الظروف الإيرانية تستدرجها إلى حرب طب لماذا برأيك تحاول الحكومة السورية من التعتيم على ما حصل من قصف إسرائيل أو على الأقل التقليل مما حصل يعني عادة هذا الإعلام السوري إعلام النظام خاصة دائما يحاول التقليل ودائما يحاول الإختباء وراء الحقيقة بمعنى أنه يصرح بالقليل ويخفي الكثير هذا تاريخيا هكذا هو الإعلام السوري وأنا لا أستغرب أنه عشرات العمليات التي قامت فيها إسرائيل وربما مئات العمليات لم نسمع عنها من الطرف السوري أي شيء باعتبار أنه هذا الأمر إذا تحدثنا عنه أكثر وأكثر سيضعف الموقف السوري بمعنى لماذا لا يستطيع الموقف السوري أن يرد على الاعتداد الإسرائيلية من هذا المنطلق يريدون إخفاء ما تقوم بإسرائيل في سوريا يعني التصريحات الإسرائيلية تتحدث أنه خلال السبع سنوات الأخيرة قامت بآلاف العمليات في سوريا ليس فقط الجوية ونامة البرية أيضا أستاذ ذي أليف صباق الخبير في شؤون الشرق الأوسط والمحل السياسي شكرا جزيلا لك